السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة هنكمل مع بعض المحور الاول هنزاكر مع بعض ان شاء الله النهاردة هيكون اخر الدرس في المحور الاول وان شاء الله بعد كده هبدأ اعمال لكم مراجعة شاملة المحور الاول بالكامل وطبعا لحد فيديو النهاردة هيكون اختبار شهر اكتوبر اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو مع كل اصدقائكم يلا نبدأ مع بعض نبدأ اول حاجة بتكلم عن يعني استراتيجيات بحث عن المعلومات نتمكن البيتج دي ملينا الحقيقة بالشرح الكتير طبعا نحاكيك كلها ملهاش اهمية تعالوا مع بعض نشوف البيتج اللي لعدها على طول هنا عبارة عن 3 اسئلة لكن جايب الملخص والمفيد طبعا الاسئلة دي مهمة جدا يلا نبدأ نشوف الاسئلة مع بعض كيف يمكنك ان تبحث عن المعلومات وفي الفصل الميستر طلب مننا ان احنا نبحث عن موضوع مثلا السياحة تمام فالموضوع لديهنا الميستر ده هبدأ دلوقتي ادخل على جوجل علشان ابحث عن الموضوع ده واجيب عنه معلومات يبقى بيقولك هنا decide on a topic يعني حدد الموضوع يبقى انا لما بدخل ابحث عن شيء اكون عارف انا حبحث عن ايه فانا بحدد الموضوع هبحث عن ايه هو بيقولي ابحث عن tourism اللي هي السياحة يعني بيقولك جزء الموضوع ده الى موضوعات اصغر لاني انا لو بحثت عن الموضوع ده بشكل عام هيديني more information هيديني معلومات كتيرة وبالتالي انا ممكن ايه اتلخبط ومقدرش احصل على المعلومات بالتحديد وبالتالي المطلوب مني ان انا اعمل break the topic اجزء الموضوع الى اجزاء او الى موضوعات فرعية صغيرة يعني انا موضوعي بتكلم عن tourism السياحة هبدأ اجزءه الى موضوعات فرعية طيب انا عندي السياحة دي اكيد لها انواع فعندي السياحة مسافية السياحة طرفيهية السياحة علاجية السياحة ثقافية ابحث دي اسمها موضوعات فرعية ابحث عن الموضوعات الفرعية ابحث الاول عن السياحة الثقافية اجيب عنها معلومات ابحث عن السياحة العلاجية وابدأ اجيب عنها معلومات فانا كده عملت ايه break the topic down into smaller sub topics يعني انا جزئت الموضوع الاساسي اللي هو بتكلم عن السياحة ده جزئتو الى اجزاء او الى موضوعات فرعية صغيرة decide on keywords for searches about the sub topics يعني بيقول لك حدد الكلمات المفتاحية اللي انت هتبحث عنها الموضوعات الفرعية احدد الكلمات المفتاحية اللي انا هبحث عنها عن الموضوعات الفرعية اللي انا بتكلم عنها فحكتب مثلا في البحث حكتب السياحة العلاجية هبدأ ابحث عنها زي ما قلت تمام اقام عندنا حدد يعني كيف تختار وتنظم المعلومات المعلومات اللي انت هتجيبها من على الانترنت او من موقع البحث انت حاول انك انت ايه تختار ازاي تنظم وتحدد المعلومات يعني مش كل المعلومات اللي الموجودة دي انا هاخدها لا انا ااخد المعلومات اللي انا شايف ان هي معلومات صحيحة لاني خاصة ان الانترنت بيكون مليان بالمعلومات واغلب المعلومات دي بتكون خطأ تمام فانا لازم اكون المعلومات اللي اجيبها اجيبها من مصدر موصوق منه وكمان احدد واختار المعلومات اللي انا هكتبها في سابطابكسس يعني في الموضوعات الفرعية يعني بيقول لك نظم النتائج بتاعتك فيه بريزنتيشن يعني فيه تقديم عرضي يعني مثلا ممكن اعمل شرايح باوربوينت وابدأ في كل شريحة مثلا هتكلم عن السياحة الترفيهية طبعا انا حددت المعلومات اللي انا هاخدها واحد اتنين تلاتة اربعة هكتب عن السياحة الثقافية نفس الشي برضو في شريحة من شرائح الباوربوينت وابدأ ان انا اكتب واحد اتنين تلاتة اربعة وابدأ كده اكتب المعلومات اللي انا اجيبتها يبقى دلوقتي ازاي انا اقدر ابحث على الانترنت عندي هقول احدد الموضوع موضوع الاصلي يعني ازئ الموضوع الى موضوعات فرعية صغيرة يعني بيقولك حدد الكلمات المفتاحية اللي تبحث عنها عن الموضوعات الفرعية زي ما قلت اخصص الكلام اللي انا هتكلم عنه ما تكلمش بواجه عام احدد ازاي اخطار يعني المعلومات وازاي انظم المعلومات يعني نظم نتائجك فيه عرض تخديمي زي ما قلت ممكن نعمل شريح باوربوينت كما ممكن استخدم عندنا برنامج الورد يعني زي ما احب المهم ان انا ايه انظم المعلومات بتاعتي او النتائج اللي انا جبتها وقال التاني ايه الاستراتيجيات اللي انت بتستخدمها علشان تبحث عن المعلومات ايه الاستراتيجيات اللي انت بتستخدمها علشان تبحث عن المعلومات يعني خطط لابحاثك لازم في البداية علشان ابحث على الانترنت ما بحثش كده بخلاص زي ما قلت اخطط للجزء اللي انا حبحث عنه يعني بيقولك حلل وافحص المعلومات اللي انت وجدتها بشكل ناقد تفكر في المعلومات دي بشكل ناقد تأكد ان المعلومات اللي انت جبتها دي هل هي معلومات فعلية متابقة مع الموضوع اللي انت اخترته ولا لا حدد بالفعل ايه المعلومات اللي انت عاوزها تمام؟ مش اي معلومات تجيبها وخلاص لا حدد المعلومات اللي انت عاوزها بعد كده بيقول معرضية متنظيم المعلومات يعني اختار كلمات مفتحية صحيحة يعني مش اي كلمات مفتحية انت تخترها لا اختار كلمات تكون صحيحة طيب اخر سؤال معي بيقول what search engine can you use ايه محرك البحث اللي انت بتستخدمه طبعا اكيد كلنا بنستخدم ايه بنستخدم جوجل اللي هو عندنا because it has an easy interface لانه مدخل بيكون سهل طبعا كلنا بنقدر ندخل على جوجل وبنقدر نحصل من عليه على المعلومات بكل سهولة تعالوا مع بعض نحل الاسئلة بيقول we should follow specific steps يعني يجب ان احنا تتبع بيقول خطوات محددة to get accurate results while searching for information يعني يجب انك انت تحصل على خطوات محددة لتحصل على النتائج بدقة بينما بتبحث عن المعلومات يعني انت مفوض يكون عندك خطوات محددة بدقة عندما تبحث عن النتائج بتاعت المعلومات هقوله طبعا اجابة ايه true صحيحا we don't have to decide exactly what information we want يقولك يعني احنا مش بنتطل نحدد ايه بالظبط المعلومات اللي احنا عاوزينها لأ طبعا اقوله اجابة false اللي احنا قلنا مفروض نحدد المعلومات اللي احنا بنكون عاوزينها when we search for information عندما نبحث عن المعلومات we gain knowledge in the process احنا بنكتسب معلومة عن المعلومات او عن العملية دي او طبعا هقوله اجابة run internet contains a very small amount of information الانترنت بيحتوي على كمية صغيرة جدا من المعلومات اقوله اجابة false قلنا عندنا بيحتوي على كمية كبيرة جدا من المعلومات we have to decide يعني يجب ان احنا نكرر on a topic before starting our search يعني احنا يجب علينا ان نحدد الموضوع الاساسي قبل ما نبدأ عملية البحث بتاعتنا اه طبعا هقوله اجابة ايه true صحيحا السؤال ده بيقول what are steps we should follow when searching for information ايه يعني الخطوات اللي يجب ان احنا نتبعها علشان نبحث على المعلومات طبعا ده عندنا اللي هو السؤال الاول هنحط عندنا ال five steps هنحطهم هنا السؤال the internet contains a الانترنت بيحتوي على ايه amount of information هقول على large يعني كمية كبيرة من المعلومات we have to pick the right يجب علينا ان احنا ايه نختار ايه الصحيحة when we use a search engine يعني عندما نستخدم محرك البحث قلنا بنستخدم write keywords يعني كلمات مفتاحية صحيحة we should decide on يجب ان احنا نحدد on ايه هقول on a topic our search يعني احنا نحدد الموطوعات علشان البحث بتاعنا we use search engine search as يعني نحن نستخدم محرك البحث زي ايه محرك البحث اللي احنا نستخدمه قلنا زي google اللي هو google when searching يعني عندما نبحث we break the topic احنا بنحلل او بنجزة الموضوع الاساسي او الموضوع الاصلي into smaller الى موضوعات فرعية تمام تعالوا نشوف مع بعض خلاص خلص معنا تعالوا مع بعض هنبدأ بالليسون ايه بتكلم عن يعني مشاركة المعلومات ازاي احنا نقدر نشارك المعلومات انا معايا معلومات وعاوزة اشارك المعلومات دي معاك واشاركها مع اصدقائي واشتركها في كل مكان بشاركها ازاي عندنا بيقول هنا use graphs and charts استخدم البيانات والخرائط عندنا بيقول create a graph or a chart to share information اعمل يعني مخطط بياني او رسومات بيانية علشان تشارك المعلومات communicating with ICT tools يعني تواصل عن طريق او وسائل اللي هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما احنا بنعمل sharing information لما بنشارك المعلومات online عبر الانترنت you must decide انت بتحدد you must decide on يعني انت بتعتمد على data البيانات should be يجب ان تنشرها باستخدام بيقول ان انترنت network or the internet يعني لو انت عندك معلومات يجب انك انت تحدد المعلومات دي هتنشرها عبر شبكة الانترنت اللي هي الشبكة العالمية ولا عبر شبكة الانترنت اللي هي الشبكة المغلقة وتكلمنا قبل كده عن الشبكتين دول ان الانترنت او انرنت بقول ان هي is used to share information بستخدمها علشان اشارك المعلومات over the web شبكة الانترنت and less secure وبتكون اقل امان لان احنا عارفين ان شبكة الانترنت ممكن اي حد يقدر ان هو يخترقها وبالتالي بتكون اقل امان لان كل العالم ممكن يقدر ان هو يطلع على المعلومات والبيانات دي لكن انا لو عندي معلومات خاصة او بيانات خاصة التي بتكون في المدارس او في الشركات والمصانع وبتكون مع رجالي الاعمال هم بيستخدموا بيستخدموا ايه intronet ولي قلنا عليها شبكة مغلقة بتكون خاصة بالمكان شايفين معايا بتكون كل الاجهزة متصلة ببعضيها اما الانترنت اللي هو او الانترنت دي شبكة عالمية كل العالم شايفين معايا من جميع انحاء العالم بيقدروا يستخدموا الشبكة دي ويقدروا يتواصلوا لكن عندنا الانترنت بتكون شبكة داخل المكان داخل المصنع داخل شركة داخل مدرسة تكون خاصة بالمكان نفسه فبالتالي عندنا الانترنت او الانترنت بقول عليه less secure يعني ايه less secure يعني اقل امانا اما عندنا شبكة الانترنت فدي شبكة بتكون closed network يعني شبكة مغلقة فهي بتكون more secure وحطه تحت الكلمة دي والكلمة دي ميدخط لان شبكة الانترنت دي بقول عليها closed work شبكة مغلقة وبتكون more secure اكثر امانا جزئية طبعا دي مهمة تعالوا مع بعض ده الجزء العملي في الدرس بيقول use microsoft excel استخدم يعني بنامج اللي هو الاكسل دلوقتي انا هشتغل معاكم الجزئية دي عملي عن طريق الكمبيوتر نبدأ دي ما شايفين معايا ده كده عندنا سطح المكتب بتاع الكمبيوتر او اللابتوب عاوزة اجيب عندنا بنامج الاكسل بضغط على قيمة ودي بتكون موجودة من تحت خالص بابدأ بعد كده افتح برنامج الاكسل تمام عندي برنامج الاكسل موجود في الجزئية من فوق تمام بفتح هنا عندي برنامج الاكسل معايا البرنامج زي ما شايفين معايا طبعا هنا بفتح صفحة جديدة تمام زي ما شايفين معايا ده شكل برنامج الاكسل. عبارة عن ايه? عبارة عن جداول زي ما شافين معايا وشيتات بالشكل ده. طبعا ده باستخدمه لما بيكون باعمل الدرجات بتاعت الاولاد والانتحانات. بنيستخدم عندنا برنامج الاكسل عشان نرسل بيه شهادات والتقديرات والدرجات واسماء الفصول. يعني برنامج مهم جدا. طيب زي ما شافين معايا ده برنامج الاكسل. عبارة عن ايه? عبارة عن سلز يعني خلايا. دي عندنا اللي وقف عليها دي اسمها كده صل. دي اسمها عندنا صل. دي اسمها ايه؟ خلية. الخلايا دي عندنا بتتكون نتيجة ايه? عندنا. اللي قدامكم ده شايفين معايا? بضغط كده عليه هنا من قدام. تمام? ده عن دك اللي زلزلتوا اسمه ايه? اسمه رو. يعني اسمه صف. طيب. واللي فوق من ده شايفين معايا اسمه ايه? اللي زللتوا برضو ده اسمه قلم عمود. الرو مع الخلوم بالشكل ده بيديني ايه? بيديني صل. بيديني خلية. طيب. لقت انا حكتب هنا كده مجموعة من الاسماء بضغط كده على اي خلية تمام مسلا حبدأ كده من فوق خالص وحكتب مسلا عندنا ايه دلوقتي حعمل درجات الامتحان فانا مسلا حكتب في البداية نيم اللي هو الاسم على الكيبورد حكتب كده نيم الاسم الخلية اللي جنبها على طول انا حكتب فيها مسلا عندنا الماس اللي هو الرياضة او الحساب يعني علشان احط درجات كل طالب في المادة وحكتب هنا مسلا عندنا تمام طيب اللي جنبها مسلا حكتب عندنا انجلش طب احنا ممكن نكتبه كابتل لكن انا بكتب سريعا فايه بكتب بسرعة المهمة عندي فانا كتبت زي ما شايفين معي هي ممكن تكون مش واضحة معي شايفين معي حاولت كده ان انا اكبر الشاشة فهنا عندي حكتب الاسماء فمسلا حكتب اول اسم مسلا علي تمام حكتب علي حكتب بتاعته مسلا حنزل كده بتاعت بالسهم حكتب مسلا ايا حكتب مسلا منا تمام آآ ممكن اكتب كده مسلا اسماء تمام اكتب مسلا احمد عندنا هكتب احمد تمام دي عندي كده مجموعة من الاسماء اللي انا كتبتها حبدأ دلوقتي كمان حدي كل طالب درجات فمسلا حدي عندنا الاسم الاولاني اي تخديرات كده عشوائية تمام المادة اللي جنبها مسلا عندنا ايه حكتب كده عندي سيرتي التحتها عندنا مسلا حكتب مسلا زي ما شايفين معي كده انا كتبت مجموعة من الدرجات لاحظتم معي ان الاسماء اللي انا كتبها دي اسماء غير مرتبة بالحروف الابجدية يعني انا كتب علي كتب مونة كتب اسماء كتب احمد فعندي الاسماء دي غير مرتبة وطبعا احنا عارفين اي قيمة او اي اسماء لازم تكون مرتبة بالحروف الابجدية يعني ال اي والبي والسي والدي وهكذا الاسماء لازم تكون مرتبة ارتبها ازاي امس شايفين معي اللي فوق ده اسمه شعرية الادوات مالو هضغط على كلمة تمام ضغطت عليها بعد كده عندنا بيقول يعني بيقول يعني صنف او فرج البيانات دي فانت عاوز تصنفها اي تو زت ولا زت تو اي يعني انت عاوز الاسماء دي تكون من البداية من الاي لحد زت ولا عاوزها العكس من زت لحد الاي هقول له لأ انا عاوز البيانات دي من اي تو زت اجي كده من فوق وانزل تحت كده تمام اظل للجزئية دي وابدأ اقول له كده ادي له اوامر واقول له من اي تو زي تمام وعمل اي حدد الاسماء من اي تو زي بالشكل ده علشان ارتب الاسماء ترتيب ابجدي بضغط على اي وبعد كده بضغط على واختار اي تو زي تمام زي ما شايفين كده انا رتبت الاسماء الخطوة اللي بعد كده حاوز احسب الدرجات دي باجي عند اي خلية فاضية تمام واضغط كده زي ما شايفين معايا بالشكل ده وبعدين هتعمل اي يا ميس انا عاوز اجمع درجات احمد في العربي والانجلش بضغط على الخلية الفاضية دي وبعد كده اضغط على اي 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 اللي هي علامتي ساوي طبعا دي موجودة في الكيبورد وبعدين يا ميس هتعمل اي اجي عند درجة مسلا عندنا الماس واضغط عليها شايفين معايا درجة الماس هو سماها بي تو تمام هو سما الخلية دي سماها بي تو ما سماهاش حاجة تانية تعالوا لاحظوا معايا كده عندنا الاسم اصلا موجود ان رو الصف الموجود في الاسم عندنا نمبر تو ولو لاحظت القلم العمود نفسه اللي موجود في اسمه بي فبالتالي هو سماه بي تو اللي جنبها عندنا نفسه تمام عاوزة لسه اجمع كمان العربي هقوله بلاس هقوله اكتب بلاس بلاس ايه عندنا العربي تمام فكتب لنا كده عندنا رمز العربي بسي تو ايه زي ما قلنا عندنا الرو عندنا رقم عندنا اتنين ويه اللي عندنا القلم ده سي فبالتالي بقول سي تو لسه كمان عاوزة درجة الماس هعمل بلاس وحكتب عندنا الماس تمام بالشكل ده انا خلاص خلاص هضغط علي شايفين معايا عمل ايه جمع الدرجات بشكل التلقائي شايفين معايا عندنا دول مجموحهم كام سيفينتي تعالوا مرة تانية عندنا علي عاوزة اجمع درجاته حاجة كده في خلية فاضية تمام وحكتب وبعدين هضغط على الماس عندنا الماس جات هنا زمين شايفين معايا في القايمة هقوله بلاس هضغط على القايمة التانية وهقوله بلاس وهضغط على القايمة التالتة خلاص انا خلصت هعمل موجودة على الكيبورد علشان اجيب المجموع طيب واحدة كمان عندنا هنا الرقم ده عندنا مسلا مين عندنا اسماء الاول هضغط على يساوي بعد كده هقف عند الماس واضغط هعمل من على الكيبورد هضغط بعد كده على العربي واعمل برضو بلاس وحضغط على الانجليش وفي الاخر اعمل ايه في الاخر هعمل خلاص خلصت هو حسابهم كده سبق هنا عندنا عاوزة اعمل مينس هنا اكولز هضغط على الرقم بتاع الماس وبعد كده هقوله مينس الرقم بتاع مين بتاع العربي تمام خلاص انا ختبت مينس عاوزة مثلا مراتي اكتب بلاس هقوله عندنا بلاس الرقم اللي هو بتاع الانجليش وفي الاخر هاضغط على انتر تلعلي عندي الناتج طب هنا انا عاوزة اعمل برضو هكتب في الاول تمام بعد كده هتعملي ايه يا ميس هضغط على الرقم بتاع الماس تمام هقوله هضغط على هقوله الرقم بتاع العربي تمام بعد كده هقوله ايه هقوله مثلا عندنا قسمة عاوزة اعمل عامل القسمة القسمة عبارة عن شرطة ميلة هقوله عندنا مسلا الانجليش تمام هاضغط كده على الانجليش وهقوله ادان عندنا الرقم ده تمام زي ما شايفين معانا كده بالشكل ده هو ده درسنا النهاردة اني انا ازاي ارتب الحروف عندنا بشكل ابجادي ازاي كمان اتعرف على ان دي اسمها صال واستخدم عمليات الجمع والطرح والضرب القصة عندنا تعالوا كده مع بعض نرجع للكتاب مرة تانية هم شايفين معانا بيقول استخدم اول حاجة علشان افتح المرنامج بيقول مينيو يعني افتح اللي هي قائمة تمام طبعا زي ما جبناها من المينيو من القائمة اللي موجودة من تحت واختار بعد كده كلمة تمام وبعد كده بيقول لك ايه عاوزين دلوقتي ان احنا نعمل هنفرز او هنصلنا في المعلومات بشكل ترتيب ابجادي ازاي قلنا اول حاجة فتحنا هنضغط على ديتا وبعد كده بيقول لك اضغط على اللي هي التصنيف او فرز دي يعني انت ممكن تعمل في الخلايا زي ما اتكلمنا كده وقلنا الخلايا اللي كانت مربعة دي معانا عشان تضيف او عندنا كده تضغط على على الخلايا اللي انت عاوز يعني نتعمل لها صيغة وتكتب في البداية الاول زي ما كده انا عملت طبعا دي شكل اللي هي الخلايا هنكتب في البداية عندنا زي ما تعلمنا كده في الشرح وبعد كده هنبدأ نعمل عندنا اللي هي الصيغة تمام دي صايد حدد يعني ايه الخلايا يعني اللي هتكون فيها صغتك يعني راجع الحروف يعني او حدد الحروف اللي بتكون اعلى الاعمدة اللي بتكون اللي بتكون في شمال عندنا الصفوف زي ما شفناها كده عندنا في الشرح تعالوا هنا بيقول على سبيل المثال هنا بيقول عندنا ايه طبعا دي بتجي في الامتحان ومهمة جدا يعني يمكنك ان تكتب في الخلايا ايه بيقول تعالوا شوف موضوع الكلام ده عملي بقدر ما احنا منقرأه كده عندنا البيانات زي ما شرحت كده من خلال فيديو الشرح عندنا ايه هنا عندنا الخلايا دي اللي عندنا الرو اسمه ايد و عندنا هنا ده اسمه ايه فبالتالي بقول اي ايت تمام طيب دي اسمها ايه اسمها بي ايت دي اسمها اسمها سي ايت لما اجي اعمل لهم اديشن بقول اي ايت بلاس بي ايت بلاس سي ايت انا كده في الجزء الخاص بالشرح العملي تمام طيب تعالوا هنا بيقول لك لو انت عاوز تعمل اد لي النمبرز من نفس العمود هنا عملنا اد لكن عميدة مختلفة لكن هنعمل هنا اد من نفس العمود بنعمل ايه عندنا ده القلم بتاعي في ايه في عندنا هنا نمبر كام ده مش واضح ده عندنا فور وفايف وسيكس وعندنا سيفن وعندنا ايت كل دول في ايه في القلم اللي هو ايه يبقى بقول اي فور بلاس اي فاير بلاس عندنا اي سيكس هيددينا ايه هيددينا طبعا الناتج بتاع اي فور بلاس اي فاير بلاس اي سيكس وطبعا دي مهمة وبتاجي في الامتحان تمام طبعا تعالوا يعني الانترنت بيستخدم من اجل ايه هقول يعني بيقول ان الانترنت بيستخدم علشان اشارك بالمعلومات حول الشبكات وبيقول كمان عندنا ان بيكون اقل امان بيقول what is intranet used for الانترنت بيستخدم من ايه بيقول is used to share in closed network بيستخدم في مشاركة يعني في الشبكات المغلقة and is more secure وبيكون اكثر امانا how to open excel بتفتح ازاي الاقصل او الحاجة open start menu بعكة choose microsoft excel how do you sort information in alphabetical order ازاي يعني انت بتصنف الحروف الامجادية بتصنفها ازاي هقول go to the toolbar and click on data then click on sort how can you set formulas in cells to add subtract multiply or divide ازاي انت بتعمل يعني صيغة بتعملها ازاي ان اول حاجة click on cell ازاي ما عملنا على الخلايا اللي احنا عاوزين نعمل لها صيغة او نعمل فيها يعني بكتب اول حاجة طيب بيقول equals تمام بعد كده بيقول decide حدد which cells ايه الخلايا are in your formula يعني اللي فيها المعادلة بتاعتك reference the letters حدد الحروف الموجودة top اعلى of columns اعلى الاعمدة زي ما قلنا كده والنمبرز اللي موجودة to the lift of rose يعني على شمال الصفور تعالوا مع بعض نشوف اللي بعضو number one the internet is used to share information over the webs and it بيقول secure يعني الانترنت بيستخدمها عشان يشارك بيه المعلومات حول الشبكات او حول العالم وده بيكون هقول less secure يعني and internet is used to share in close network and is. الانترنت يعني بيستخدمها لشركة المعلومات في الشبكات المغلقة وبيكون ايه امانا بقول more secure اكثر امانا. to sort information علشان يعني نقوم بتصنيف المعلومات او alphabetical order you open بتفتح ايه? هقول بفتح tool bar. تمام ما هو شريط الادوات. then click on وبعد كده بتغط على ايه? هقول sort. طيب. to open microsoft excel we open the نقطة menu هقول start menu. طيب بيقول we can set assemble formula using microsoft هقول microsoft excel. number one صح وغلط بيقول there are no programs we can use to make spreadsheet. مفيش برامك يعني اقدر استخدمها علشان اعمل spreadsheet هقوله طبعا اجابة false. number two to sort the information in alphabetical order we open that task bar. علشان يعني افرز المعلومات او الحروف الابجادية انا بفتح task bar. قلنا لا بنفتح عندنا sort. فالاجابة دي false. تمام? number three بيقول to open excel we open the file menu. علشان افتح برنامج الاكسل بفتح عندنا البرنامج اللي هو الخاص بيه. اللي هي قائمة file. لا اسمها قائمة start. تمام? في الاجابة دي false. internet is used to share and close network and it's more secure. الانترنت بيستخدم علشان اشارك بيه في الشبكات اللي بتكون مغلقة. وبتكون اكسر امانا. اللي ده عندنا شايفين معي بيقول الانترنت. فهقوله الاجابة false. لان احنا قلنا عندنا مين? الانترنت. to set a formula we can use excel. يعني معادلة او تعمل صيغة بتستخدم بنامج الاكسل. هقوله اجابة. طبعا هنا عندنا دي اسئلة كلها اسئلة مقالية. دي ممكن تحلوها لوحدكم. طبعا هي محلولة في البيج السابقة. اهم حاجة عندي اسئلة اختر صح وغلط عندنا اكمل. دي الاسئلة تيجي في الامتحان. وكده يكون خلص درسنا النهاردة. وكده يكون زي ما قلت خلصنا المحور الاول بالكامل. ان شاء الله هعمل لكم مراجعة. وحنحلي كمان كل الاسئلة اللي موجودة في المراجعة من وراء. لانا اكون دير تقافتكم لو اعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب القناة.